أنتم تريدون قتلي أنا أعرف هذا وتبذلون قصارى جهودكم وتحاولون وستبقون تحاولون لكنكم لن تنتفعوا من ذلك مشكلتكم ستبقى ستبقى المشكلة قائمة لأنكم نواصف لأنكم بثريون لأنكم مرجئيون أنتم مصدين أنتم عظام أنتم يا أيها المراجل أنا أدري تابعوني البرنامج لأن هذا البرنامج نعي الوالديكم أنا أدري نعي الوالديكم أتحدث عن برنامج ما بين واقعين أنا أدري نعي الوالديكم وجاي تابعوني البرنامج منين جبتوا هذا الدين منين جبتوا أنتقلوا بكم إلى نقطة أخرى تخبرنا عن سفاهة المذهب الطوسي وعن ضلاله البعيد البعيد جدا المذهب الطوسي ليس على التوحيد ما أنا الذي أقول وحق الزهراء البتول ما أنا الذي أقول أنا لا أحكم على الناس أنا أطبق حديث العترة على الواقع ولا أطبق أي حديث إنني أطبق المحكم من حديثهم إنني أطبق الحديث الذي أقطع بأنه صادر منهم هذا هو الذي أفعله ولا أفعل شيئاً غير هذا هذا هو ديني وهذه هي عقيدتي إذن مر علينا أن المذهب الطوسي يحول أصل الأصول في الدين إنها الإمامة والولاية إلى نقطة في حاشية الدين وبهذا ما بقي عندهم من دين ما بقي عندهم إلا الهراء والخراء كتبهم دالة على ذلك عقائدهم تصرع بذلك هذا ما هو كلامي لا أتهم أحداً كما قلت لكم أعرض بين أيديكم حديث العترة وأقوال الطوسيين وعقائدهم الضالة السخيفة السفيها هذا هو الذي أقوم به ولا أقوم بشيء آخر الطوسيون السفيفة السفيفة تركوا توحيد العترة وذهبوا إلى توحيد المعتزلة ولذا فهم مشركون أو كافرون بحسب فتوى إمامنا الرضا وسأقرأها عليكم إمامنا الكاظم ماذا يقول إنني أقرأ عليكم من الكاف الشريف إنه الجزء الأول من طبعة دار الأسوة طهران إيران في الصفحة الحادية والثلاثين بعد المئة إنه الحديث الثالث من باب عنوانه باب الإرادة أنها من صفات الفعل وسائر صفات الفعل بحسب توحيد العترة الطاهرة فإن الإرادة ليست من الصفات الذاتية لله سبحانه وتعالى هناك صفات ذاتية وهناك صفات فعلية بحسب توحيد العترة الطاهرة الإرادة ليست من الصفات الذاتية ليست من الصفات الثبوتية كما يقع في إصطلاح المتكلمين الذين هم علماء علم الكلام وعلم الكلام علم نهصبي لا شأن لنا به لكن المذهب الطوسي يأخذ عقائده من علم الكلام ووفق لمناهج علم الكلام علم علم الكلام في ثقافة العترة للجدل مع المخالفين فقط فإننا نجادلهم بعلم الكلام لكننا لا نأخذ عقائدنا وفقا لمنهج علم الكلام فإنه علم ضلال علم ضلال وعلم تيه مراجع المذهب الطوسي يأخذون عقائدهم من منهج علم الكلام ولذا ضلوا وتاه بعيدا فآل محمد مشرقون والطوسيون مغربون مغربون إلى خرائهم ألا لعنة الله على دينهم ومذبهم الإرادة من صفات الأفعال في توحيد العترة الطاهرة الحديث الثالث عن إمامنا الكاظمي صلوات الله عليه الكليني بسنده عن صفوان بن يحيى قال قلت لأب الحسن إنه إمامنا الكاظم صلوات الله عليه أخبرني عن الإرادة من الله ومن الخلق فقال الإرادة من الخلق الضمير وما يبدو لهم بعد ذلك من الفعل الضمير يعني النية يعني العزمة ما هو مضمر في داخلنا صفوان بن يحيى يقول قلت لأب الحسن لإمامنا الكاظم أخبرني عن الإرادة من الله ومن الخلق فقال فقال الإرادة من الخلق مني ومنكم الضمير الضمير وما يبدو لهم لا يروي ولا يهم ولا يتفكر هذه صفاتي أنا هذه صفات المخلوق الذي يتروى ويهم بالآمر ثم بعد ذلك يعرض ويتفكر هذه صفات المخلوق ما هي بصفات الله سبحانه وتعالى وأما من الله تعالى الإرادة منه فإرادته إحداثه فعله لا غير ذلك لأنه لا يروي ولا يهم ولا يتفكر وهذه الصفات منفية عنه وهي صفات الخلق فإرادة الله الفعل لا غير ذلك يقول له كن فيكون بلا لفظ ولا نطق بلسان ولا همة ولا تفكر ولا كيف لذلك كما أنه لا كيف له سبحانه وتعالى هل هناك من جواب لهذا السؤال كيف هو الله لا يوجد جواب لهذا السؤال فهو لا كيف له ولا كيف لذلك ولا كيف لإرادته فإرادته فعله فإرادة الله الفعل لا غير ذلك يقول له كن كن فيكون هذا القول بلا لفظ بلا لفظ ولا نطق بلا لسان ولا همة ولا تفكر ولا كيف لذلك إرادته فعله فالإرادة من صفات الأفعال هذا حديث إمامنا الكاظم ماذا يعني أن الذي يجعلها من صفات الذات سيكون مشركا تقولون كيف ذلك لأن صفات الأفعال زائدة على الذات فإذا جعلنا شيئا زائدا على الذات جعلنا الذات مركبة وحينما تكون الذات مركبة هذا يعني أن المركبة يحتاج إلى أجزائه وهذا هو الشرك بعينه فإننا جعلنا الله محتاجا تفهمون هذا أولا هذا هو توحيد العترة في الصفات قطعا بحسبنا نحن لا نعرف الله التوحيد فكرة عن الله نأخذها منهم من أئمتنا صلوات الله عليهم من أنا حتى أعرف الله أنا أؤمن بوجوده فطرة تقر بذلك أنا أؤمن بوجوده وجودي دال على وجوده بحسب عقلي الناقص بحسب عقلي الناقص وإلا فإن الله لا يحتاج إلى دليل متى غبت يا إلهي متى غبت حتى تحتاج إلى دليل يدل عليك ومتى بعدت حتى تكون الآثار أنا وغيري هي التي توصل إليك عميت عين لا تراك عليها رقيبة هذه كلمات الحسين هذه ما هي بكلمات أي كائن من الكائنات هذه كلمات الحسين ليس لأجله لأجلي وأجلكم الحسين حينما يتكلم مع الله لا يتكلم هكذا يتكلم بالطريقة الحسينية التي يعرفها هو ويعرفها الله لكنه يعلمني يعلمني ويعلمكم كي نتكلم مع الله هكذا بحسبنا متى غبت يا إلهي حتى تحتاج إلى دليل يدل عليك ومتى بعدت حتى تكون الأثار هي التي توصل إليك عميت عين عميت عين لا تراك عليها رقيبة وخسرت صفقة عبد لم تجعل له من حبك نصيبة هذا منطق العترة الطاهرة وهذا توحيدهم خلاصة القول الإرادة من صفات الأفعال فهي زائدة على الذات لا علاقة لها بالذات إنها من آثار الذات إذا جعلناها من صفات الذات جعلنا الله مركبا وهذا هو الشرك بعينه كلام إمامنا الكاظم واضح فإرادة الله الفعل لا غير ذلك يقول له كون فيكون بلا لفظ ولا نطق بلسان ولا همة ولا تفكر ولا كيف لذلك كل هذا لا كيف له كما أنه سبحانه وتعالى تقدس شأنه وتعظم كما أنه لا كيف له إنني أقرأ عليكم من الكهف أهم مصادرنا في عقيدة التوحيد بحسب العترة الكافي المصدر الآخر توحيد الصدوق هذان المصدران هما من أهم مصادرنا القديمة في معرفة التوحيد وفقا لدين العترة الطاهرة التوحيد للصدوق المتوفى سنة ثلاثمية واحد وثمانين للهجرة الكافي للكلين المتوفى سنة ثلاثمية وثمانية وعشرين للهجرة هذه الطبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قموا المقدسة إنه الباب الخامس والخمسون باب المشيئة والإرادة في الصفحة التاسعة والعشرين بعد الثلاثمئة إنه الحديث الخامس بسنده بسند الصدوق عن سليمان بن جعفر الجعفري قال قال الرضا صلوات الله عليه إمامنا الثامن وولينا الضامن أنيس النفوس وشمس الشموس إمامنا الرضا هو الذي يقول المشيئة والإرادة من صفات الأفعال كلام صريح ثم ماذا يقول فمن زعم أن الله تعالى لم يزل مريدا شائيا يعني أنه حول صفة الإرادة إلى صفة ذاتية فليس بموحد هذه فتوى من الإمام الرضا وليس من مراجعكم الثولان في النجا ليس بموحد إما أن يكون كافرا وإما أن يكون مشركا أنا أخذت المعنى الأقل فتحدثت عن الشرك وإلا فليس بموحد قد يكون كافرا لماذا لأنه قد نقض بيعة الغدير لم يأخذ التوحيد من الأمير أن نأخذ لبيعة الغدير مواثيق بيعة الغدير أن نأخذ التفسير من علي فقط وأن نأخذ الفهم في ديننا من علي فقط هذا علي يفهمكم بعد على هذا بايعنا الذي يخالف هذا ينقض بيعة الغدير بصريح الآية السابعة والستين بعد البسملة من سورة المائدة بصريح الآية ناقض بيعة الغدير كافرا كافرا تلاحظون أن أحاديث العترة مع قرآنه مع أدعيتهم مع زياراتهم تشكل منظومة متسقة في أبعادها متناسقة في مفاهيمها جميلة في تعابيرها إنها لوحة دينية عقائدية متكاملة هذا هو منهج المعاريض لن تصبحوا فقهاء حتى تعرفوا معارض كلامنا لا شأن لنا بقذارات سقيفة بني ساعد ولا شأن لنا بقذارات سقيفة بني طوس أما إن الدين كل الدين هنا 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 في قرآنهم المفسر بتفسيرهم وفي هذه الأحاديث الذهب من هذه الكتب الذهب من هؤلاء الرواة الذهب الذين يخبروننا عن الأئمة عن الأئمة عن سادة الوجود الذين هم صناع وخالق معادن الذهب إنه ذهب في ذهب فأين هذا من خراء الطوسيين أين هذا أين هذا الذهب الذهب الإبريز المصفة أين هذا الذهب الإبريز المصفة أين هذا العسجد من خذارات الطوسيين أين هذا العسجد الأحمر المتلألئ من خذارات وخراء المراجع الطوسيين إمامنا الرضا هو الذي يقول المشيئة والإرادة من صفات الأفعال من صفات أفعال الله فمن زعم أن الله تعالى لم يزل مريدا شائيا أن حول أن حول صفة الإرادة إلى صفة ذاتية فليس بموحد لماذا؟ لأنه قد جعل الذات الإلهية مركبة ما بين صفات الذات وصفات الأفعال فصفات الأفعال زائدة على الذات بحسب توحيد العترة الطاهرة ثولان النجف ماذا يقولون ثولان النجف يقولون لكم في كل كتبه في رسائلهم العملية في منهجهم الحوزوي من أن الإرادة من صفات الذات وأنتم تعتقدون بذلك هنيئا لكم بعقائد الشرك هذه أئمتكم هكذا يقولون ومراجع الضلال في النجف الخوئ على هذه العقيدة محمد باقر الصدر على هذه العقيدة السيستان على هذه العقيدة اسحاق الفياض على هذه العقيدة سعيد الحكيم على هذه العقيدة بشير النجف على هذه العقيدة محمد الشراز على هذه العقيدة صادق الشراز على هذه العقيدة سائر مراجع النجف وكربل على عقيدة الشرك هذا ما أنا الذي أقول من أنهم مشركون هذا إمامنا الرضا كذبوني 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 ولو بحرف واحد كذبوني أنني قلت من أن الإمام الرضا لم يقل هذا الكلام وكذبوني من أنني حين قلت من أن حوزة النجفي على عقيدة الشرك كذبوني سأعرض كتبهم هذه كتب الحوزة التي تدرس في حوزة النجفي وكربلاء وإلى هذه الثانية إنها كتب الضلال كتب الشرك وجه رسالتي إلى طلاب الحوزة في النجفي وكربلاء أنتم تدرسون الشرك عقيدة التوحيد هذه عند أئمتكم تعرفون أو لا تعرفون من أين تعرفون وأنتم حمير عند حمير الشيطان الكبار نذهب إلى فاصل كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد هذا هو الكتاب المركزي لعقائد لعقائد الشيعة الطوسيين وهو الكتاب الأهم في دراسة العقائد في حوزة النجفي وكربلاء كشف المراد في شرح تجريد تجريد الاعتقاد نصير الدين الطوسي قطعاً هو غير الشيخ الطوسي نصير الدين الطوسي ألف كتاباً مختصراً متناً موجزاً في العقيدة الشيعية الطوسية وليست بحسب دين العترة الطاهرة بحسب العقيدة الطوسية أسمى هذا المتن هذا الكتاب الوجيس تجريد الاعتقاد وواضح من الاسم هو اعتقاد مجرد من الأدلة من التفاصيل من الشروح نص موجز تجريد الاعتقاد من شرحه شرحه العلامة الحل العلامة الحل كان معاصراً ل نصير الدين الطوسي ففعلاً ففعلاً هذه العقائد هي عقائد مرجعين من مراجع المذهب الطوسي بالدرجة الأولى العلامة الحل وقد بيّنت وقد بيّنت لكم من أن أئمة المذهب الطوسي هم أولاً الطوسي نفسه محمد بن الحسن الطوسي والثاني العلامة الحل والثالث مرتضى الأنصاري والرابع أبو القاسم الخوئي هؤلاء هم الأئمة الرؤوس في المذهب الطوسي منذ بداية تأسيسه وإلى يومنا هذا العلامة الحل كتب شرحاً على تجريد الاعتقاد لنصير الدين الطوسي كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد العلامة الحل توفي سنة سبعمية وستة وعشرين للهجرة هذه الطبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة هذا الكتاب إلى يومنا هذا يدرس في حوزة النجف وكربلة يدرس في حوزة قم وسائر الحوزات الشيعية الطوسية الأخرى إلى هذه اللحظة وهذا الكتاب هو الذي يستخرج مراجع الطوسيين عقاعدهم منه ويعتمدون عليه وإذا ما سأل سائل عن أهم كتاب في العقيدة الشيعية فإنهم يرشدونه إلى هذا الكتاب صفحة أربعمية وواحد المسألة الرابعة في أنه تعالى مريد في صفة الإرادة قال من الذي قال نصير الدين الطوسي في المتن قال وتخصيص بعض الممكنات بالإيجاد هذه الموجودات في وقت يدل على إرادته تعالى أن يكون هذا الموجود في مرحلة معينة من مراحل الوجود أو إذا أردنا أن ننظر إلى الزمان الأرضي مثلا في مقطع زماني معين فهذا يدل على أن الله يريد لهذا الموجود لهذا الكائن لهذا الشيء أن يتحق وتخصيص بعض الممكنات بالإيجاد في وقت يدل على إرادته تعالى أقول من الذي يقول العلامة الحل اتفق المسلمون على أنه تعالى مريد لكنهم اختلفوا في معنى فأبو الحسين أبو الحسين هذا هو إمامكم إمام الشيعة أنتم تأخذون التوحيد من أبو الحسين هذا هذا ما هو أمير المؤمنين أبو الحسين هذا هذا محمد ابن علي ابن الطيب البصري المعتزلي المتوفى سنة أربعمية وستة وثلاثين للهجرة أصله من البصرة ولادته في البصرة وانتقل إلى بغداد وعاش في بغداد وتوفي في بغداد توفي في السنة نفسها التي توفي فيها الشريف المرتضى الشريف المرتضى توفي في بغداد سنة أربعمية وستة وثلاثين هجر قمري وهي السنة التي بدأت فيها مرجعية الطوسي في بغداد أبو الحسين البصري وهو محمد ابن علي ابن الطيب البصري المعتزلي توفي أيضا في بغداد ودفن فيها سنة أربعمية وستة وثلاثين للهجرة كتبه 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 في علم الكلام وفي العقائد هي المرجع لعلماء الشيعة الأوائل العلامة الحل أخذ عقيدته من أبو الحسين البصري هذا هو يقول لست أنا أبو الحسين البصري عقيدته في أن الإرادة من صفات الذات بينما أئمتنا أبو الحسين علي بن أبي طالب عقيدته في الإرادة هي من صفات الأفعال أما أبو الحسين البصري المعتزلي عقيدته في الإرادة هي من صفات الذات ماذا فعل المراجع الطوسي تركوا عقيدة أبو الحسين علي بن أبي طالب والتزموا بعقيدة أبو الحسين البصري المعتزلي هذا كتابه كتاب العلامة الحل هو الذي يقول ولست أنا كذبوني كذبوني ولو بحرف واحد يا أيها السفلة يا مراجع النجس هذه عقيدتكم عقيدة تخالف عقيدة أهل البيت وإمامنا الرضا يقول من كان على هذه العقيدة ليس بموحد لهذا السبب أنصحكم دائما لكنكم حمير يا أيها الشيعة لا تسمعون ولا تفقهون ثيران ثيران أنتم حينما أقول لكم لا تقرأوا للميت دعاء العديلة لأنه مبني على عقيدة شركية دعاء العديلة لم يرد عن الأئمة كتبه بعض المراجع الطوسيين وفقا لعقيدة الشرك هذا هسهو هذا الميت طايع حظ شيع طايع حظ وكان ديخي وراكبين علي ذول المحممين مطيعين عظه لاحقين حتى وراء ما يموت اتلقنون العقائد الطوسية اشتردون من عنده دخلوا يولي ادفنوا خلوا يولي بعض الأخوة المؤمنين الذين اقتنعوا بحديثي يقولون لي مثلا حدثت عندهم وفات امه توفيت ابوه توفي يقول لأهله لا تقرأوا دعاء العديلة واقرأوا الزيارة الجامعة الكبيرة يصرون على قراءة دعاء العديلة حتى يطيحون حظة اكثر هو طايع حظة من البداية من شان حي طايع حظة ومات حتى يطيحون حظة اكثر يخلون لدعاء العديلة دعاء العديلة ليس عن العترة الطاهرة كتبه بعض المراجع الطوسيين صدقوني صدقوني انتم لا تعرفون الحقائق التلقين بالنسبة للمي الضروري التلقين حاسم الأئمة يقولون وأنتم تلقنون موتاكم عقائد الضلال التوحيد الذي جاء مذكورا في دعاء العديلة توحيد شركي مبني على هذه القاعدة على قاعدة أبي الحسين البصري وليس على قاعدة أبي الحسين علي بن أبي طالب تفتهمون لو ما تفتهمون شلون تفتهمون ما تقولون لي شلون تفتهمون هكذا يقول العلامة الحلي اتفق المسلمون اتفق المسلمون على أنه تعالى مريد لكنهم اختلفوا في معنى فأبو الحسين من دون وصف من دون نسب لأنه معروف عندهم لأنه إمامهم هذا هو إمامكم يا أيها الشيعة في عقائدكم في توحيدكم ما هو بأمير المؤمنين فأبو الحسين لأنه معروف عندهم هو إمامهم فأبو الحسين جعله نفس الداعي على معنى أن علمه تعالى بما في الفعل من المصلحة الداعية إلى الإيجاد هو المخصص والإرادة أي جحل الإرادة ذاتية ثم ينقل كلامه نصير الدين الطوسي هو يتبنى نفس الرأي قال وليست زائدة على الداعي وإلا لزم التسلسل أو تعدد القدماء فلابد أن تكون من صفات الذات لأننا إذا لم نجعلها من صفات الذات فماذا ستكون ستكون قديما ثانيا وإلا لزم التسلسل أو تعدد القدماء أقول العلامة الحل اختلف الناس هنا فذهبت الأشعرية إلى إثبات أمر زائد على ذاته قديم هو الإرادة والمعتزلة اختلف المعتزلة على فرق فقال أبو الحسين هذا أبو الحسين البصري إنه شيخ المعتزلة ويقولون عنه من أنه هو أحذقهم الشيعة أخذوا من عقائده وأخذوا من أيضا من أصول فقهه كتابه المعتمد من أشهر الكتب في أصول الفقه الشيعة أخذوا منه أيضا والمعتزلة أختلف فقال أبو الحسين إنها نفس الداعي وهو الذي اختاره المصنف اختاره المصنف يعني نصير الدين الطوسي وهو الذي اختاره العلامة الحل أيضا فاختار نصير الدين الطوسي ما ذهب إليه أبو الحسين البصري والعلامة الحل كذلك هذه عقيدة التوحيد عند العلامة الحل وعند نصير الدين الطوسي وعند سائر مراجع الشيعة هذا هو الكتاب المركزي الذي يدرس في حوزة النجف وكربلاء إلى هذه اللحظة ومراجع النجف وكربلاء يأخذون عقائدهم من هذا الكتاب هذا الكتاب في عقيدة التوحيد بحسب ما قرأت عليكم من الكافي عن إمامنا الكاب ومن توحيد الصدوق عن إمامنا الرضا الذي يعتقد بعقيدة هذا الكتاب ليس بموحد وأنتم كلكم تعتقدون بعقيدة هذا الكتاب وتصلون خلف أئمة جماعة وخلف وكلاء لمراجع وتقلدون مراجع كلهم على هذه العقيدة هم مشركون بحسب إمامنا الكاظم بحسب إمامنا الرضا بحسب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب هذه عقائدكم كذبون 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 هذه الكتب هذه كتب عوزة النجف وهذه كتب العترة الطاهرة عرفتم الآن حينما أقول هناك المذهب الطوسي وهناك دين العترة الطاهرة الكتاب الثاني الذي يدرس في الحوزة أيضا هذا النافع يوم الحشر والله هذا لا ينفع في يوم الحشر هذا سيكون وبالا على الذي يحمل عقائده النافع يوم الحشر في شرح الباب الحادي عشر الشيخ الطوسي الشيخ الطوسي عنده كتاب في الأدعية والزيارات معروف أتحدث عن شيخ الطائفة عن مؤسسي المذهب الطوسي عن إمام الطوسيين محمد بن الحسن الطوسي المتوفى سنة أربعمائة وستين للهجرة عنده كتاب معروف مصباح المتهجد وسلاح المتعبد كتاب في الأدعية والنوافل والصلوات المندوبة والزيارات العلامة الحل لأنه الإمام الثاني للمذهب الطوسي أخذ هذا الكتاب ولخصه فجعله في عشرة أبواب وأضاف إلى الأبواب العشرة باباً عنوانه الباب الحادي عشر لخص العقائد الشيعية الطوسية مثل ما فعل نصير الدين الطوسي في كتابه المختصر تجريد الاعتقاد العلامة الحل لخص العقائد في الباب الحادي عشر الذي ألحقه بالأبواب العشرة التي لخص فيها كتابه مصباح المتهجد وسلاح المتعبد للطوسي الطوسي متوفى سنة أربعمائة وستين للهجرة العلامة الحل متوفى سنة سبعمائة وستة وعشرين للهجرة بعد ذلك جاء المقداد السيوري من علماء الحلة والمتوفى سنة ثمانمائة وستة وعشرين العلامة الحل متوفى سنة سبعمائة وستة وعشرين والمقداد السيوري متوفى سنة 826 يعني فيما بين الوفاتين مئة سنة المقداد السيوري اقتطع الباب الحادي عشر من تلخيص مصباح المتهجد وسلاح المتعبد وشرحه في هذا الكتاب هذا هو الكتاب الثاني الذي يدرس في حوزة النجف وكربلا وفي حوزة قم حينما يدرسون العقائد هناك سلسلة كتب الكتاب الأول عقائد الإمامية للمظفر الكتاب الثاني هو شرح الباب الحادي عشر للمقداد السيوري الكتاب الثالث هو هذا كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد هذه سلسلة الكتب العقائدية التي تدرس في حوزة النجف وكربلا من المراحل الأولية إلى المراحل النهائية الكتاب الأول في المرحلة الأولى للدراسة العقائدية عقائد الإمامية للمظفر الكتاب الثاني شرح الباب الحادي عشر للمقداد السيوري أصل المتن للعلامة الحلي والشرح للمقداد السيوري الكتاب الثالث وهو الكتاب المركزي كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد المتن لنصير الدين الطوسي والشرح وهو الأهم والأوسع والأكبر للعلامة الحلي شرح المقداد السيوري للباب الحادي عشر هو خلاصة لكشف المراد خلاصة أقرأ عليكم من هذه الطبعة إنها الطبعة الأولى 2007 ميلادي مؤسسة مسلم بن عقيل النجف الأشرف في الصفحة الحادية والثلاثين الفصل الثاني في صفاته الثبوتية في صفات الله وهي ثمانية الأولى إنه تعالى قادر مختار ويستمر في كلامه موطن الشاهد هنا في الصفحة الأربعين الرابعة أنه تعالى مريد وكاره لأن تخصيص الأفعال بإيجادها في وقت دون آخر لابد له من مخصص وهو الإرادة ولأنه تعالى أمر ونهى وهما يستلزمان الإرادة والكراهة بالضرورة هذا كلام العلامة الحل هو نفسه الذي قاله في كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد الآن يبدأ الشارح وهو المقداد السيوري أقول اتفق المسلمون على وصفه بالإرادة هو هذا الكلام نفسه قاله العلامة الحل في كشف المراد هم بعضهم يأخذ عن البعض الآخر ليس هناك من محققين الجميع مقلدون والجميع ناقل ناقل عن الجميع اتفق المسلمون على وصفه بالإرادة واختلفوا في معناها فقال أبو الحسين البصري هذا هو إمام الشيعة فقال أبو الحسين البصري هي عبارة عن علمه تعالى بما في الفعل من المصلحة الداعي إلى إيجاده علمه ذاتي فالإرادة ذاتية وهذا يعني أن الذي يعتقد بهذا سيكون مشركا بحسب الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه بحسب أبو الحسين علي بن أبي طالب لا بحسب أبو الحسين البصري المعتزلي هذه عقيدتكم مأخوذة من أبو الحسين البصري المعتزلي وكان من أئمة المعتزلة المتعصبين جداً لاعتزاله يقال عنه إنه شيخهم وأخطبهم وأحذقهم وأذكاهم وأبرعهم هكذا يقولون عنه حينما يترجمون له هذه العقيدة مأخوذة من أبو الحسين البصري ويستمر الكلام بنفس هذا الاتجاه هذا الكتاب الثالث عقائد الإمامية لمحمد رضا المظفر هذا الكتاب خلاصة لشرح الباب الحادي عشر عندنا كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد خلاصته أين في هذا الكتاب النافع يوم الحشر في شرح الباب الحادي عشر خلاصة شرح الباب الحادي عشر عقائد الإمامية لمحمد رضا المظفر إنها خلاصة معاصرة في زماننا عصرية بأسلوب جديد هذه الطبعة طبعة مكتبة كرار السعدي النجف الأشرف في الصفحة الثالثة بعد العاشرة عقيدتنا في صفاته تعالى عقيدة الإمامي أنا أقول هذه عقائد الأموية أنا أسمي هذا الكتاب ليس بعقائد الإمامية هذا هو عقائد الأموية عقائد الأمويين وقد تحدثت عن هذا الكتاب وأمويته وضلاله وابتعاده عن دين العترة الطاهرة عودوا إلى برامجي تحدثت عن هذا الموضوع بالتفصيل هكذا يقول عقيدتنا في صفاته تعالى ونعتقد أن صفاته تعالى الثبوتية الحقيقية الكمالية التي تسمى بصفات الجمال والكمال كالعلم والقدرة والغنى والإرادة والحياة هي كلها عين ذاته الإرادة عين ذات الله وهذا هو الشرك بعينه ولذا فإن مراجع النجا حينما يسألون عن أفضل كتاب في العقيدة ما هو يقولون عقائد الإمامية للمضفار كلهم يقولون هذا صراط النجاة في أجوبة الاستفتاءات الجزء الثاني هذه أجوبة وفتاوى الخوئ في آخر أيام حياته وأجوبة وفتاوى تلميذه هو مرجع آخر أيضا ميرز جواد التبريزي هذا الجزء الثاني من طبعة دار الصديقة الشهيدة إنها الطبعة الأولى ألف أربعمية وواحد وثلاثين هجري قمري قموا المقدسة صفحة أربعمية وأربعة وخمسين السؤال ألف وخمسمية أو أربعة وخمسين السؤال موجه لمن للخوئ ما هو أفضل كتاب في أصول الدين حسب رأيكم وما رأيكم بكتاب عقائد الإمامية للشيخ المظفر الخوئ هكذا أجاب كتاب الشيخ المظفر كتاب نفيس في موضوعه لا بأس بأن يستفاد من هذا كتاب تنفيس هذا ما هو بكتاب نفيس يا أيها الخوئ عقيدة التوحيد فيه شرك بحسب إمام الكاظم بحسب إمام الرضا بحسب أمير المؤمنين هذه عقيدة شركية الذي يعتقد بما جاء في كتاب عقائد الإمامية للمظفر يكون مشركا ما هو أفضل كتاب في أصول الدين حسب رأيكم وما رأيكم بكتاب عقائد الإمامية للشيخ المظفر الخوئ هكذا يقول كتاب الشيخ المظفر كتاب نفيس في موضوعه لا بأس بأن يستفاد منه مرجع مشرك يرشد الناس إلى كتاب يقدم عقيدة في الشرك مقلدوه مشركون بحسب ما يقول أئمتنا ما يقوله إمامنا الكاظم في الكاف الشريف وما يقوله إمامنا الرضا في التوحيد للصدوق هذه كتبنا الأصلية القديمة التي تشتمل على أحاديث دين العترة الطاهرة أما هذا الهراء وهذا الخراء فهذا هراء الطوسيين وهذا خراء المعتزلة ما هو بدين علي وآل علي عرفتم الآن لماذا يقولون عني من أنني مهسوني عرفتم لأنني أعرض لكم دين العترة الطاهرة لأنني أريد أن أخلص كم من قذارات الشرك من قذارات المعتزلة من نجاسات الطوسيين من ضلال مراجع النجف وكربلاء لهذا يقولون عني من أنني ماسوني سلوهم ما هو دليلهم على أنني ماسوني ما هو دليلهم اقتطعوا جملة من كلامي كنت ساخرا مستهزئا بما يقولونه عني هذا هو دليلهم استمعوا إلى البرنامج بكامله إلى الحلقة كلها وستعرفون الحقيقة التي سرقوا منها واختطعوا منها كلمة أخرجوها من سياقها حينما أقول عنهم مشركون إنني أقدم الأدلة الصريحة هذا ما هو استنتاجي هذه كتبهم هذه فتواهم هذا هو منهج حوزتهم هذه الكتب التي يأمرون مقلديهم أن يعتنقوها أن يعتنق عقائدها وهذا حديث العترة ماذا تقولون أنتم إلى أي نتيجة وصلتم يا طلاب حوزة النجف وكربلاء مسؤولية كبيرة في أعناقكم علموا الناس أرشد الناس بينوا للناس الحقيقة إلى متى تبقون ساكتين هذه الحجج تقام عليكم أنتم أولا وبالدرجة الأولى لأنكم تعرفون الحقيقة وحتى إذا كنتم في شك من ذلك أنتم قادرون على أن تعرف الحقيقة الكتب عندكم والمراجع بقربكم وبإمكانكم أن تصل إلى الحقيقة الكاملة نذهب إلى فاصل بين يدي وثيقة لكن صاحب الوثيقة لا يريد أن ينشر اسمه على أي حال سأقرأ السؤال هذا سؤال موجه إلى مكتب السيستاني في قم المقدسة السؤال السؤال مختوم بختم المكتب قطعا بعد الجواب وبالتعريق وبالتعريق أربع طعش جماد الأولى ألف أربعمية واثنين وعشرين هجري قمري ما هو السؤال ما هو المعيار لكامل وناقص العقيدة كيف نميز بين كامل العقيدة وناقصها ما هو المعيار لكامل وناقص العقيدة ماذا أجاب المكتب السيستاني في قم وهو جواب السيستاني قطعا من يتبنى عقائد الشيعة الإمامية تماما كما جاءت في كتاب عقائد الشيعة الإمامية للمرحوم الشيخ محمد رضا المظفر وغيره يعني وغيره من كتب العقائد وغيره وغيره هذه الكتب النافع يوم الحاشر في شرح الباب الحادي عشر هذا هو الكتاب الثاني الذي يدرس في الحوزة بعد عقائد الإمامية وبعد النافع يوم الحشر يأتي كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد هذه سلسلة الكتب التي تدرس في حوزة النجف وكربلاء وسيدها وأهمها هو كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد للعلامة الحل أما عقائد الإمامية فهو كتاب للدراسة العقائدية في مراحلها الابتدائية لكن عوام الشيعة يوجههم مراجع النجف وكربلاء إلى التمسك بعقائد هذا الكتاب والتي فيها ونعتقد أن صفاته تعالى الثبوتية الحقيقية الكمالية التي تسمى بصفات الجمال والكمال كالعلم والقدرة والغنى والإرادة والحياة هي كلها عين ذاته ليست هي صفات زائدة عليها وليس وجودها إلا وجود الذات فالإرادة ذاتية وجود الإرادة وجود الذات الإلهية وهذا ما ترفضه العترة الطاهرة رفضا قاطعا في توحيدها وتعد الذين يعتقدون بهذا المعتقد مشركين وقرأت عليكم الأحاديث أنا لا أستطيع أن أقرأ كل الأحاديث كما أنني لا أستطيع أن آتي بكل كتب المراجع جئتكم بالمنهج التدريسي إلى هذه اللحظة في حوزة النجف وكربلا في حوزة قم وسائر الحوزات الشيعية إنهم يدرسون عقائدهم في هذه الكتب ربما حدث تجديد وتطوير في حوزة قم بعد انتصار الثورة الإسلامية الخمينية في إيران لكن الكتب الأساسية هي هذه المسائل المسائل الإسلامية الرسالة العملية لمحمد الشيرازي المرجع المعروف هذه الطبعة هي الطبعة الخامسة والعشرون كل هذه الطبعات تعلم مقلدي الشرك دار العلوم ألف وتسعمية وأربعة وتسعين ميلادي في الصفحة التاسعة والله سبحانه له صفات كثيرة كالعلم والقدرة والحياة والإرادة إلى سائر الصفات الأخرى إلى أن يقول في الصفحة العاشرة وصفاته التي تقدم ذكرها عين ذاته وصفاته عين ذاته فهو عالم قادر نقاط نقاط تشير إلى بقية الصفات حي مريد مدرك قديم وصفاته عين ذاته وهذا هو الشرك بعينه بحسب إمامنا الكاظمي بحسب إمامنا الرضا الكلام نفسه عند محمد باقر الصدر وعند الخوئي وعند السيستاني وعند محمد سعيد الحكيم وعند سائر المراجع الذين ماتوا عند الأحياء الذين سيأتون في الأيام القادمة هؤلاء مشركون بحسب الأئمة وليس بحسب أنا لا علاقة لي بالموضوع أنا أنقل عقائدهم من كتبه وما نقلت من غير كتبه ونقلت أيضا حديث الأئمة من كتب حديثه وما نقلت من غير كتب حديث الأئمة هذه كتبنا الأصلية القديمة وهذه كتب المراجع أنفسهم طبقوا ما جاء في حديث أئمتكم على عقائدكم التي تعلمتموها من مراجعكم وهذه كتب عقائده هذه الرسالة العملية لمحمد الشرازي المسائل الإسلامية وهذه الطبعة الخامسة والعشرون وطبعت بعد ذلك وطبعت 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 وفي كل طبعة تنشر الشركة والضلال بحسب الأئمة لا بحسب الطوسيين اللعناء وهذه رسالة عملية لصادق الشرازي منتخب المسائل الإسلامية هذه الطبعة الثالثة ألفين واثنين ميلادي ألف أربعمية واثنين وعشرين هجري مؤسسة المجتبى للتحقيق والناشر في الصفحة السادسة والله سبحانه له صفات كثيرة كالعلم والحياة والإرادة إلى أن يقول في الصفحة السابعة وصفاته عين ذاته فهو عالم قادر نقاط إلى بقية الصفات فالإرادة من صفاته الذاتية وهذا شرك صريح ليس بحسب بحسب أحاديث الأئمة الأطهار بحسب فتوى الإمام الرضا هؤلاء مشركون ويعلمون الذين يقلدونهم الشرك فأنتم يا أيها الشيعة من مقلدي الخوئي من مقلدي محمد باقر الصدر من مقلدي السيستاني من مقلدي محمد الشيرازي من مقلدي صادق الشيرازي مراجعكم مشركون ليس بحسب بحسب العترة الطاهرة أنتم تقلدون مراجع مشركي وتصلون خلف وكلاء مشركين لأولئك المراجع المشركي وتقدمون الأخماس للمراجع المشركي وهم يصدرون الفتاوى بوجوب دفع الخمس خلافا لفتوى إمام زمانكم الذي أباح الخمس لكم هكذا كتب في توقيعه لإسحاق بن يعقوب وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حل إلى وقت ظهور أمرنا لتطيب ولادتهم ولا تخبث هؤلاء المشركون من أمثال السيستاني والخوء والبقية يصدرون الفتاوى في أن ذكر علي بن أبي طالب في التشهد الوسطي والأخير يبطل الصلاة ما أنتم مشركون يا أيها اللعناء مشركون أنتم مشركون وفوق شرككم تنجسون في فتاواكم فتعلمون الشيعة من أن الصلاة التي سر قبولها ذكر علي فيها تعلمونهم من أن صلاتهم ستكون باطلة يا أيها المشركون هذه كتبكم هذه عقائدكم المسائل الإسلامية مع المسائل الحديثة هذه رسالة عملية جديدة لصادق الشيراز الطبعة ألف أربعمية أو تسعة وعشرين هجري قمري هذه الطبعة الحادية والعشرون كل هذه الطبعات لنشر الشرك مثل ما فعل من قبله أخوه محمد الشيراز في الصفحة السادسة الحديث عن أصول الدين يبدأ الكلام في الصفحة السابعة والله سبحانه له صفات كثيرة كالعلم والقدرة والحياة إلى أن يقول في الصفحة نفسها وصفاته عين ذاته لا إثنينية بينها وبينه فهو عالم قادر إلى آخر صفاته الجمالية منذ الأزل ماذا قال إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه لاحظوا ماذا قال صادق الشيراز مرجع معاصر يقول وصفاته عين ذاته لا إثنينية بينها وبينه بين الصفات وبين الله فهو عالم قادر إلى آخر صفاته الجمالية منذ الأزل ماذا يقول إمامنا الرضا فمن زعم أن الله تعالى لم يزل منذ الأزل مريدا شائيا فليس بموحد بالضبط كلامه يناقض كلام الإمام الرضا لفظا ومعنى لفظا ومعنى هذا هو حالكم هذا هو حالكم يا أيها الشيعة فماذا تنتظرون ماذا تنتظرون حتى تغيروا واقعكم قلت لكم مرارا وكرارا أعينوني وساعدوني كي أستطيع مساعدتكم أنا قادر على مساعدتكم ساعدوني أنا لا أريد منكم شيئا لا أريد منكم أن تجعلوني إماما أو قائدا وإنما ساعدوني في نشر هذا الفكر تعلموه أولا وانشروه بين الناس هذا هو الذي أريده منكم لا أريد شيئا آخر تعلموه وانشروه تعلموا دين العترة الطاهرة لن تجدوا نافذة تعلمكم دين العترة الطاهرة إلا هذه النافذة تعلموا منها بقدر ما تستطيعون وانشروا دينكم انشروا دينكم ساعدوني كي أساعدكم وإلا فإن المشكلة ليست بمشكلتي أنا عرفت الحقيقة وأنا أقوم بأداء وظيفتي المشكلة بقيت عندكم أن تتعلموا وأن تنشروا وجهوا الناس إلى أن يعرفوا دينهم من خلال قناة القمر وحذروهم من مراجع الضلال حذروهم من المذهب الطوسي بينوا لهم حقيقة المذهب الطوسي قولوا لهم هناك دين العترة وهناك المذهب الطوسي المذهب الطوسي كالمذهب الحنفي كالمذهب المالكي لا علاقة له بدين العترة الطاهرة هل هناك من علاقة فيما بين المذهب المالكي ودين العترة الأمر هو هو بل هو أسوأ بل هو أسوأ لأنهم يكذبون على العترة الطاهرة الموالك لا يكذبون على العترة الطاهرة يقولون ديننا هذا مذهبنا هذا ولا يكذبون على العترة الطاهرة هؤلاء اللعناء من مراجع النجف وكربلاء هؤلاء الأرجاس يكذبون على العترة الطاهرة هم على المذهب الطوسي اللعين ويدعون أنهم على دين العترة الطاهرة وإذا ما تحدث متحدث صادق مثلي بدين العترة الطاهرة قد يقول قائل من أنك تمدح نفسك أنا لا أمدح نفسي ما دح نفسه كذامها إنما أقرر حقيقة تستطيعون أن تستكشفوها هل أنا صادق فيما أنقله عنهم هل أنا صادق فيما أنقله عن العترة الطاهرة أو لا هذا أمر بإمكانكم أن تستكشفوه الكتب موجودة الوثائق التي عرضتها إن كانت فيديوية أو كانت صوتية أو كانت خطية لا يستطيعون الاعتراض عليها لأنها حقيقية لو كان هناك من مجال أن يعترضوا عليها لاعترضوا عليها ولو لم أكن متأكداً من أنها حقيقية لما عرضتها هناك مسؤولية كبيرة في قوانين الإعلام في البلد الذي أعيش فيه نحن في بلد يسوده القانون مخالفة القانون مخالفة القوانين تمثل مشكلة كبيرة لعملنا لو كان هناك من الذي أعرضه ليس حقيقياً لرفعوا الشكاوى عليه مؤسساتهم موجودة هنا في لندن أنا في جوارهم أنا لست بعيداً عنهم مؤسسة الخوئي موجودة هنا أحفاد السستاني موجودة هنا ابن محمد باقر الصدر موجود هنا هو السفير سفير العراق في المملكة المتحدة أهل الصدر موجودة هنا لو كنت كاذباً على أحد بإمكانهم أن يرفعوا الشكاوى ضدي نحن في دولة قانون نحن لسنا في غابة حزب الدعوة قيادته مراكزه هنا في لندن كل الشخصيات وكل الجهات التي تحدثت عنها وعرضت عقائدها وقدمت الوثائق الكثيرة بخصوصها موجودة هنا لأنهم يعرفون أن الوثائق حقيقية وأن الكلام حقيقي وأن الكتب حقيقية وأن الذي أقوله دقيق وحقيق بدرجة مئة بالمئة لذا لا يستطيعون أن يفعلوا شيئاً هم في حيرة من أمرهم حال مراجع النجف الآن هو هذا لا يستطيعون أن يصدروا فتوى ضدي يخافون من ردي على فساواهم فتاواهم وهم يعرفون جيداً من أنني سأصنع منهم مضحكة ومسخرة لا يستطيعون أن يكذبوني الكتب موجودة موجودة في المكتبات العامة وفي المكتبات التي تبيع الكتب موجودة على الشبكة العنكبوتية بإمكان الناس أن يصلوا إليها كل الذي ذكرته حقائق هؤلاء ما هم على دين العترة الطاهرة هؤلاء قوم مشركون بحسب دين العترة الطاهرة هذه حقائق حقائق فليكذبوني بحرف واحد قلته على الأقل في هذه الحلقة فليكذبوني بحرف واحد من كل الذي قلته في هذه الحلقة من أولها إلى آخرها لا يستطيعون لا يستطيعون لأنني ما قلت إلا الحاق وما نطقت إلا بصدق نذهب إلى فاصل هذا هو دعاء العديل الذي تقرؤونه عند المحتضرين وعند أمواتكم فتسببون ضلالهم عكرمة خارجي من أعداء أمير المؤمنين كان ناصبيا ومع ذلك لما وصل خبر موته لإمامنا الصادق ماذا قال؟ قال لو كنت عنده ولقنته لكان خيرا له لأن اللحظة الأخيرة مهمة في تشخيص مصير الإنسان هذا موضوع خارج عن بحث هذه الحلقة بإمكانكم أن تعودوا إلى برنامج دليل المسافر من برامجي إنه المسافر إلى عالم ما بعد الموت تحدثت عن هذا الموضوع وجئت بالروايات والأحاديث الشريفة لا أريد أن أفتح نافذة على هذا الموضوع وقت الحلقة ليس كافيا للولوج في كل هذه التفاصيل نصيحة لكم للشيعة اقرأوا عند المحتضرين وعند الأموات اقرأوا دعاء صنمي قريش اقرأوا زيارة عاشوراء اقرأوا زيارة آل ياسين اقرأوا زيارة الزهراء اقرأوا الزيارة الجامعة الكبيرة اقرأوا عنده دعاء الندبة هذه الأدعية التي تنفع الميت الزيارة الجامعة الكبيرة تشتمل على كل عقائدنا هي القول البليغ الكامل اقرأوا هذا عند المحتضرين اذا أردتم ان تلقنوهم عقائدهم لا تقرأوا عندهم دعاء العديل لماذا تتركون النصوص التي جاءت عنهم صلوات الله عليهم وتتمسكون بدعاء كتبه كتبه بعض المراجع البتريين الطوسيين هذا هو الفارق بين كينونة دين العترة الطاهرة وكينونة المذهب الطوسي الضال تلاحظون ماذا صنعوا بكم ماذا فعلوا بكم تتركون أدعية أمتكم وتقرؤون أدعيتهم التي كتبوها وكتبوها وفقا لعقائد الضلال هذا الدعاء هكذا يقول في الشهادة في التوحيد بأنه بأن الله لا إله إلا هو ذو النعم والإحسان والكرم والإمتنان قادر أزلي عالم أبدي حي أحدي موجود سرمدي سميع بصير مريد كاره مدرك صمدي هذه الصفات الذاتية وجاء من ضمنها مريد هناك صفات أخرى أنا لا أريد أن أناقش كل شيء فسميع وبصير أيضا فيها كلام إذا أردت أن أثير الكلام في كل المطالب أنا أضرب لكم أمثلتان هذا شرك ما هو بتوحيد قادر أزلي عالم أبدي حي أحدي هذه الصفات الذاتية بحسب علم الكلام الناصبي عند الطوسيين الأنذال قادر أزلي عالم أبدي حي أحدي موجود سرمدي سميع بصير مريد كاره مدرك صمدي يستحق هذه الصفات وهو على ما هو عليه في عز صفاته كان قويا قبل وجود القدرة والقوة إلى آخر الكلام مع خلل في هذا الكلام هذا الدعاء دعاء شركي وفيه كلام مغلوط ليس موافقا لمنهج العترة الطاهرة فضلا عن أنه خلي من عقيدة البراءة خلي من ذكر الزهراء وإمامتها وشؤونها العالية خلي من ذكر عقيدة الرجعة التي يقول أئمتنا ليس منا ليس منا من لم يعتقد برجعتنا خلي من كثير من المطالب العقائدية المهمة كلها موجودة في الزيارة الجامعة الكبيرة فلماذا تضللون موتاهم هذا الميت يا جماعة هو من الأساس طايا حظا هو من الأساس ديخي هو من الأساس مطي وراكب علي المرجع ومطيع حظا ابن المرجع ومخرب راسا وكيل المرجع من البداية هو طايا حظا عاش ديخي ومات ديخي دخلوا يولي على هاي الحالة ليش لاحقينا بعد تردون اتذكروا بكل الديخية بكل الضلال خلوا يولي على هاي الحالة بل كإمامي رحمة من تقرون عنده زيارة الجامعة الكبيرة والحسين الإمامي رحمة والحسين الإمامي رحمة بس من تقرون عنده دعاء العديلة الإمام يُعرض بوجهه عنه هذه عقائد الضلال هذه عقيدة شرقية أئمتنا يرفضونها لوين الضلون طاحين حظيات شيعة ومن طاحت حظ الطاحت حظ أكثر التوحيد بحسب الزيارة الجامعة الكبيرة نأخذه منهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين هكذا نخاطبهم في الزيارة الجامعة الكبيرة بأبي أنتم وأمي ونفسي وأهلي ومالي من أراد الله بدأ بكم ومن وحده قبل عنكم التوحيد يُؤخذ من هنا يُؤخذ من العترة الطاهرة مثل ما قلت لكم يُؤخذ من الأحاديث الذهب الموجودة في الكتب الذهب في الكهف الذهب وأمثاله من الكتب الذهب التي نقلها لنا الرواة الذهب مو المراجع الخرأ نقلها لنا الرواة الذهب مو المراجع الخرأ نقلها لنا الرواة الذهب عن الأئمة وسادة الوجود الذين هم الذين هم صناع ومبدع وخالق معادن الذهب هذا هو الذهب في الذهب وهذا هو الذهب من الذهب من هنا أخذوا عقائدك وليس من خرائم راجعكم الذين هم مشركون وجعلوكم مشركين بحسب فتاوى العترة الطاهرة افتهمتوا لو بعدكم ما افتهمتوا ما تقلولي شنسوي لكم إن الحمار مع الحمير مطيت فإذا خلوت به فبئس الصاحب لماذا لأن الحمار في الليل يكثر من الضراط فإذا خلوت به فبئس الصاحب نذهب إلى فاصل هذا هو توحيدهم في مناجاة العارفين المروية عن سجاد العترة الطاهرة إلهي إلهي قصرت الألسن عن بلوغ ثنائك كما يليق بجلالك إلهي قصرت الألسن عن بلوغ ثنائك كما يليق بجلالك وعجزت العقول عن إدراك كنه جمالك وانحسرت الأبصار دون النظر إلى سبحات وجهك ولم تجعل للخلق طريقا إلى معرفتك إلا بالعجز عن معرفتك ولم تجعل للخلق طريقا إلى معرفتك إلا بالعجز عن معرفتك وجميل ما تقوله مناجات الذاكرين إلهي إلهي لو لا الواجب من قبول أمرك لنزهتك من ذكري إياك فمن أنا فمن أنا حتى أذكرك يا إلهي أنت الذي شرفتني بذكرك إلهي لو لا الواجب من قبول أمرك لنزهتك من ذكري إياك على أن ذكري لك بقدري لا بقدرك كما أقولها لكم دائما نحن لا نعرف الله لا نعرف الله يعلمنا أئمتنا شيئا عن الله بحسبنا التوحيد فكرة عن الله نأخذها من المعصوم مثل ما قرأت عليكم قبل قليل من الزيارة الجامعة الكبيرة من أراد الله بدأ بكم ومن وحده قبل عنكم هذا هو الذي نتعلمه منهم إلهي إلهي لو لا الواجب من قبول أمرك لنزهتك من ذكري إياك على أن ذكري لك بقدري لا بقدرك وما عسى أن يبلغ مقداري حتى أجعل محلا لتقديسك وما عسى أن يبلغ مقداري حتى أجعل محلا لتقديسك ومن أعظم النعم علينا جريان ذكرك على ألسنتنا وإذنك لنا بدعائك وتنزيهك وتسبيحك إلهي 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 فألهمنا ذكرك في الخلاء والملاء والليل والنهار والإعلان والإسرار وفي السراء والضراء وآنسنا بالذكر الخفي واستعملنا بالعمل الزكي والسعي المرضي وجازنا بالميزان الوفي إلهي إلهي بكهامة القلوب الوالهة وعلى معرفتك جمعة العقول المتباينة هذا هو التوحيد الذهب من الأحاديث الذهب هذه الأدعية ضعيفة الأسانيد بحسب قذارات المراجع الطوسيين هذه المناجيات أسانيدها ضعيفة بحسب قذارات الطوسيين من أمتكم أقطعين الحظ وين ماكو شغلة سينا يضعفوها وينكو شغلة طايا حظة يرحون يدورون إليها يلقطونها تلقط هذا مجل شعبي معروف عدنا بالعراق يقولون هذا فلان يدور حبرمان بالخر ذولة بالضبط هكذا وين ماكو خرا يرحون يدورون بحبرمان يجيبون القذارة والنجاسة ويتركون الذهب هذا هو الذهب هذه عقيدة التوعيد لا يأخذونها من أدعية العترة يرحون إلى أبي الحسين البصري يجيبون منها عقائد من طيح الله حظكم وحظ أبو الحسين البصري هكذا نقرأ في دعاء آخر لإمامنا السجاد أيضا أنا أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان من الكتاب المتوفر في بيوتكم جميعا من الكتاب الموجود في جيوبكم في أجهزة الموبايل عبر الشبكة العنكبوتية أو عبر التطبيقات المختلفة إلهي إنه دعاء أبي حمزة الثمالي إلهي لا تؤدبني بعقوبتك ولا تمكر بي في حيلتك من أين لي الخير يا ربي ولا يوجد إلا من عندك ومن أين لي النجاة ولا تستطاع إلا بك لالذي أحسن استغناء عن عونك ورحمتك ولالذي أساء واشترأ عليك ولم يرضك خرج عن قدرتك يا ربي يا ربي حتى ينقطع النفس هكذا جاء في الدعاء يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي بك عرفتك وأنت دللتني عليك ودعوتني ولولا أنت لم أدري ما أنت بك عرفتك وأنت دللتني عليك ودعوتني إليك ولولا أنت لم أدري ما أنت الحمد لله الذي أدعوه فيجيبني وإن كنت بطيئا حين يدعوني والحمد لله الذي أسأله فيعطيني وإن كنت بخيلا حين يستقرضني وماذا نقرأ في دعاء الحسين في يوم عرفة هذا الدعاء لنا هذه الأدعية لنا وليست لهم أدعيتهم نحن لا نعرفها مناجياتهم لا تصل إلينا هذا لنا نحن الذين نقرأ هذه الأدعية وهذه المناجيات إلهي إلهي ترددي في الآثار في آثار هذا الوجود يوجب يوجب بعد المزار يوجب بعد المزار فاجمعني عليك بخدمة توصلني إليك كيف يستدل عليك بما هو في وجوده مفتقر إليك كيف نستدل على الله بخلقه هذا استدلال سطحي كيف يستدل عليك بما هو في وجوده مفتقر إليك أي يكون لغيرك من الظهور ما ليس لك حتى يكون هو المظهر لك التوحيد التوحيد نأخذه من وجه الله لا نأخذه من أب الحسين البصري من المعتزلة كيف يستدل عليك بما هو في وجوده مفتقر إليك أي يكون لغيرك من الظهور ما ليس لك حتى يكون هو المظهر لك متى غبت حتى تحتاج إلى دليل يدل عليك ومتى بعدت حتى تكون الآثار هي التي توصل إليك عميت عين لا تراك عليها رقيبة وخسرت صفقة عبد لم تجعل له من حبك نصيبة إلهي أمرت بالرجوع إلى الآثار أنت أمرتنا أن نتدبر في آياتك إلهي أمرت بالرجوع إلى الآثار فأرجعني إليك بكسوة الأنوار وهداية الاستبصار حتى أرجع إليك منها كما دخلت إليك منها مصون السر عن النظر إليها لا أعبأ بالآثار أريد وجهك أريد وجهك الباقي أين وجه الله الذي إليه إليه يتوجه الأولياء هذا هو التوحيد بعينه هكذا نقرأ في دعاء الاستئذان في زيارة السرداب المقدس حينما نزور سرداب الغيبة الشريفة وهذا الاستئذان يقرأ في زيارة المعصومين جميعا لكنه بشكل خاص يقرأ في زيارة السرداب الشريف اللهم إن هذه بقعة طهرتها وعقوة العقوة هي الساحة الفناء المكان اللهم إن هذه بقعة طهرتها وعقوة شرفتها ومعالم زكيتها حيث أظهرت فيها أدلة التوحيد محمد وآل محمد هؤلاء هم أدلة التوحيد أدلة التوحيد في الحوزة الخرائية المعتزلة والأشاعرة أدلة التوحيد في دين العترة الطاهرة هؤلاء محمد وآل محمد اللهم إن هذه بقعة طهرتها وعقوة شرفتها ومعالم زكيتها حيث أظهرت فيها أدلة التوحيد أين باب الله الذي منه يؤتى بخية الله إمام زماني أين باب الله الذي منه يؤتى هكذا نقرأ في دعاء الندبة الشريف أين باب الله الذي منه يؤتى أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء أين السبب المتصل بين الأرض والسماء بلاغة فصاحة جمال أدبي يسترسل استرسال يعانق القلوب والأفئدة العاشقة عناق المحبين لا نحتاج إلى بحث في الأسانيد ألا لعنة الله على بحث الأسانيد هذا كلامهم كلامهم مثل ما نخاطبهم في الزيارة الجامعة الكبيرة كلامكم نور كلامكم نور النور لا يحتاج إلى نور لإنارته هو ينور الأشياء هل سمعتم أن ضوءا يضيء ضوءا لأن الضوء الذاني يحتاج إلى إضاءته أيه كلام هذا كلامكم نور النور يكشف عن نفسه ويكشف عن غيره اللهم إن هذه بقعة طهرتها وعقوة شرفتها ومعالم زكيتها حيث أظهرت فيها أدلة التوحيد وأشباح العرش المجيد الذين اصطفيتهم ملوكا لحفظ النظام واخترتهم رؤساء لجميع الأنام وبعثتهم لقيام القسط في ابتداء الوجود إلى يوم القيامة إلى أن يقول الدعاء الحمد لله الذي من علينا بحكام يقومون مقامه لو كان حاضرا في المكان ولا إله إلا الله الذي شرفنا بأوصياء يحفظون الشرائع في كل الأزمة الله يريد دينه هكذا لا شأن لنا بنواصب سقيفة بني ساعدة هم يريدون دينهم بتلك الطريقة فليذهبوا بدينهم إلى الجعيم ما علاقتنا بهم ما علاقتنا بالطوسيين يريدون أن يعيشوا دينهم على المذهب الطوسي فليذهبوا إلى الجعيم بمذهبهم الطوسي اللعين ديننا هذا ديننا هذا الله يريد دينه بهذه الطريقة الحمد لله الذي من علينا بحكام يقومون مقامه لو كان حاضرا في المكان ولا إله إلا الله الذي شرفنا بأوصياء يحفظون الشرائع في كل زمان والله أكبر الذي أظهرهم لنا بمعجزات يعجز عنها الثقلان الثقلان الجن والإنس الكائنة تطران إلى أن يقول الدعاء وفقنا للسعي إلى أبوابهم العامرة إلى يوم الدين واجعل أرواحنا تحن إلى موطئ أقدامه ونفوسنا تهوى النظر إلى مجالسهم وعرصاتهم حتى كأننا نخاطبهم في حضور أشخاصهم صلوات 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 تترى على محمد وأهل محمد وتف في وجه الطوسي والطوسيين من أتباعه نلتقي غدا ونحن نصلي على محمد وأهل محمد ونقول تف في وجه الطوسي والطوسيين من أتباعه الأنذال أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله محمد